أنا بقى عايز أبدأ مباراة الأهل وأسوان من زاوية مش من زاوية أنا زاوية في المباراة بس برضو قبل الأمور الفنية نهاردة عدت أتأمل وأنا بفرج على ماتش ريال مادريد وليفربول الأخطاء الحلوة بتاع تيبو كورتوة وأليسون اتنين عملوا خطائين كاريسيين وعادت أقول يا طرى يا أهل طرى لو محمد الشناوي اللي عمل في انتقادات كثيرة جدا عمل واحدة من دول هيحصل في إيه؟ أقول لك يعد، يمشي، يرحل، يعدم يحصل فيه حاجة كثيرة أوه ما هو دي غلطة كاريسيين طبعا محمد الشناوي نال ما ناله خلال الأيام المضايا وبصراحة شديدة هو يستحق الجزء طبعا كان له أخطاء طبعا بس كان فيه مبالغات تتفي أو تختلف لا ده أنا متفق جدا متفق جدا جدا ولو ناس تجيب السورتين بتاعة أليسون بيكر وقاعدة الأرض متحصر من الغلطة اللي عملها والسورة اللي بعدية بتاعة كورتوة يجيبه النهاردة الراجل اللي بيتصدى لركل الجزاء ومختلاف الفارق مع الاهل المديرد وليفر بول في القتين كبار ايو في أوروبا بيلعب في مستداد تنافسي ده الأهل في الاهل الأكبر في أفريقيا وبيلعب في مستداد تنافسي ده ولما لاقي إنه النهاردة الشناوي بيكمل بيخل الاهل يكمل بيكمل مجموعة من الأرقام العظيمة جدا للنادي الأهلي بتصدى ركل الجزاء المورال الفاتح بيتصدى ركل الجزاء أمام ريال مدريد بيتصدى ركل الجزاء بيتصدى ركل الجزاء وناس بتنتقد محمد الشناوي فده بالنسبة لي الموضوع بقى صعب جدا جدا لما اجي اتكلم على الحارس الأفضل في أفريقيا الموسم الماضي داخل أفريقيا وبتكلم على الحارس الأول لمنتخب مصر والحارس الأول للنادي الأهلي اللي قاد النادي الأهلي في بطلطن أفريقيا اللي خادهم ووصل للفاينل وما فيش فريق كبير معندوش حارس كبير طبيعي فالحارس الكبير ده هو اللي قاد الفريق ده مع المجموعة اللي موجودة انه ياخد كل الحاجات اللي فاتت وروح ياخد برونزيكا سعلم أندية وصدد ركلة الجزاء بتاع بالمراس اللي شالها من ملو اللي شالها من ملو ونجم المنتخب البرازيلي السابق وعنده رقم ممارس قوي محمد الشناوي كريم من أسطورة حراسة المربع طبعا في أسام كبير جدا في مصر لكن من أسطورة حراسة المربع طبعا كابتنا سام الحضري سام الحضري في تاريخ مع النادي الأهلي 47 ركل الجزاء تصدى 11 بنسبة 22.5% النهاردة محمد الشناوي بيصل لنفس عدد ركلات الجزاء لكن من 36 ركل الجزاء بنسبة تقترب من 34% فبنتكلم على أن محمد الشناوي بيتجاوز النسبة بصها كريم الراجل الحصرة على وجه كورتوا بعد الخطأ السازج اللي عامل قدام محمد صلاح النهاردة وبعديها على طوله أليسون بيكر قدام الأرض بعد الخطأ الأكثر سازاجة اللي عملها النهاردة اللي عملوا في مباراة بنتكلم على تشامبينز ليج ليفربور ريال مدريد نحن نتكلم على اتنين اللي لم يكنوا الأفضل في حلوسة المربع في العالم فهم على الأقل من خمسة أفضل في العالم مليون في المية كورتوا السنة اللي فاتت ناس كتير بتتكلم على دور بانزما وناس كتير بتتكلم على دور لوك ومودريتش وكروس وسط الملعب السنة اللي فاتت اللي وصل ريال مدريد للفاينل بلا شك بلا شك هو كورتوا كورتوا ومباراة السيتي ومباراة البي اس جي كان ليه صدات أسطورية ومباراة الفاينل قدام ليفربول صدات أسطورية فالرجل ده بيغلط الغلطة ليه جمهور ريال مدريد النهاردة ناس تفرج على تويتر لحد قال كورتوا يرحل ولا يجيب له حارس عشان خطر يحس بالخطر على مكانه ولا يجيب له أي حارس وخلاص ولا أصل طول ما هو الحارس اللي قاعد وكأن الأهل ما عندوش حراس غير محمد الشناوي وكأن العب اللي موجوده ده ما تتمرنش وحراس قليلين فآخر حاجة لمحمد الشناوي الكريم محمد الشناوي له أخطاءه زي زي أي حارس في العالم ودول نموذج لكن وانتقدوا على خطأه لا مجال للتنظير على أن الناس ما تنتقدش حد لكن المبالغة كما وصفتها يا كريم المبالغة أصبحت لا صعب جدا أن اللعيبة تتحملها حتى اللعيبة تتحملها بهذا الشكل انتقدوا لأنه أخطأ مفيش مشكلة لكن ان انت في ظل النهاردة وسبحان الله لما تيجي النهاردة الأخطاء والرقم اللي أتكلمك عليه ده بتاع محمد الشناوي بتاع ركلات الجزاء ده محمد أصلا مش من الناس المميزة أوي في ركلات الجزاء لكنه وصل لده بعد من الحالة من الخبرة النسبة العالمية كريم النسبة العالمية العالية 25% تصل 27% محمد الشناوي مع النادي الأهل في كل البطولات تجاوز ده وعدة 33% يعني من كل 3 ركلات الجزاء بيشيل واحدة ورقم عظيم جدا لمحمد الشناوي